اصبح وطني ثوبا مرقع كل جزء فيه مصنع شعارات واهية نموت نموت ويحيى الوطن يحيى لمن إلى التراب والعفن نحن الوطن ضيف هذه الحلقة أو ضيفة هذه الحلقة وأحد أبطال حكايات على الوصيف بعد غياب النجمة المتألقة النجمة المتواصلة صاحبة الصوت الجميل الصوت الشجي بعد غياب رانا وليد فيه على الوصيف أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا تشرفتي ونومورتي وحياتي الله وسعي جدا تفضلي 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 يمي تعالي هنا خلين صالف هاي الكامرات كلها اليوم قليتك والجمهورت تفضلي شلونك شلونك أنتي الله يخليت مش يمكن صارت جدا ما طالع لقاء هوية يعني ستوديو أجواء وهذا هوية هو ما نقرر أسوي هالسلقاءات قلت بعد الكليبات بصراحة بس يمكن آني شوية أجبرتكم أكيد لا وبالأكس برنامجك هو يعني بحد ذات أكلب بصراحة الله يخلي شكرا متابعة البرنامج شايفة منه أكيد شايف القصف شايف القصف؟ اليوم يعني إحنا ترحيباً بيت يمكن رح نقل القصف إن شاء الله بس الناس تحر القصف بعد أنت بكيف الله يخليك أسألك ولا نروح نبعد بالمكتبة شا تريديني نقولي؟ كيفك أنت حدولك؟ لا قبل ما أسأله قبل ما أنا مضيفة عليك شا تسألك؟ أنت على راسي قبل ما أبدي بكل شي نعم أنت نجمة بسنوات تخلو الساحة الفنية من الأصوات الشابة في وقتك نعم بأي سنة كنتي؟ الفين وعشرة الفين وثنين الفين وثلاثة ببداياتي ببدايات نعم تمام بالبدايات أنتي كانوا إحنا كنا طلاب معهد أنا ما أريد أكبرش طبعاً طلاب معهد موثيقة وطلاب معهد فينون نعم كانت تطلع أغنية اللي كانت هي على تيفي الشباب اليوم إشجابك إشجابك كانتي كانوا الطلاب شفتوا أكو ابنية حلوة طلعات نعم اسمها رانا ابنية هي تسمرة وما أدري إيش شدتي يعني صغيرة هي بداياتي رادي بس الصوت والأغنية وصلت كل شهواية لحد الآن الحمد لله غنوها وي من الفنانين أول فنان غنها فهد نوري وجه لتحية أحلى من نتغنها؟ ممكن صوت فهد حلو وعني أفتخر بفهد لأنه فهد أخوي وصديقي وفهدي غني بفترة من الفترات أنت كنتي يعني في جلسات كنا في أحد القنوات نعم وغنيتي أنت وفهد نعم لا من أوقف تمام غنينا مقطع من هاي الأغنية خلي الناس نذكرهم زين حاني أريد أقول يوم إش جابك إش ذكرك مين يا معود الفنان علي صابق وجه لتحية كلمات الشعر المرحوم صباح الهلالي الله يرحمها والأغنية الحمد لله يعني ما يزال أنه الناس تسمحها وتغنيها وتطلبها من نعم تمام يعني مو تقدر تقول النسة رغم يعني الغياب الطويل الصار عندي بس قبل الأغنية اليوم أشوفتش لابسة زي مال معلمة مال مدرسة دكتورة يعني أستاذ جامعين أنا زي مال كي من الزمان اليوم الفنانة يعني فيه فنانات لما أشوفهم يرحون إلى لقاء نسوين أو توماتش بالميكوب واللبس والأزياء اليوم الفنانة تعتمد استعراضها الخارجي ولا صوتها المطيبة بالتحديد مع ترامل كل الفنانات أكو فنان أو فنانة يعني أحكي على الفنانات يعني كلهم على رأسي أكو فنانة تسولف طاني أغني الله انطاني موهبة فما يحتاج استعرض مصحيح؟ يعني تعتمدين صوتك أكيد قبل اللي الدرجة الأولى صوتي لأن الناس تعرف فرأنا أوليدة تغني ما السولف بيني وبينيش من الشوفين فنانة جاية ولابسة هذا التائقر والشعر إيه هاي استعراض استعراض الشوفين هتغلس أكين ولا تقولين شوفين هايش لابسة لا هذا يعني هو كل واحد يعني حر بشخصيته بس أنا أشوف هذا استعراض مو غنى بس بينيش وبينيش اشتحشين نعم طبعا نسمع شيء من الأغنية يلا يلا نسمع اليوم اشجابك اشذكرك بينا يمعوى الدخي لك مونسينا اليوم اشجابك اذكرك بينا يمعوى الدخي لك مونسينا ما صدقنا نوتاح ونشوف الألم ليش بيدك تجيب وتجينا يمعوى الدخي لك مونسينا طبعا صوتي يفتح وراتنا عشاني هسا صوتي يبقى تفضل يستريحي شرفتي ونورتي وأهلا وسهلا طبعا الشباب ما عرف أنتو إحنا مستمرين بالحلقة ما أريد أنا أريد أخذ أسئلة سريعة ما أريد أطول بالكلام لأن عندي تشغل وكذا وهذا نعم طبعا هذا السجل لكل الضيوف أو هذا السجل هذا السجل الكل كتبوا بي وزراء نواب مسؤولين يعني فنانين الكل موجودة اسماءهم هنا واسمك رح يكون هنا ويشرفنا هذا الشيء سترنا إلي شارك سترنا أمرش طويل أمرش طويل ما تذكرين من نهاية الحلقة رح تقوليني أذكر ألا ما أذكر يعني هاي تبقى خاصة بيك يعني قصدك أنه أوصي أحد توصيين وصية نعم بعد وفاتك يعني تقولين هاي الوصية يعمل بيها يعني يشتغلون بيها مثلا أهلك نعم أو مثلا أحد مقرب تقولين هاي رح أكتب تريدين تعلنيها أو تريدين ما تعلنيها يعني تقولين خلاص تبقى تسرب هاذا لا أعلن يلا بنهاية الحلقة رح أتعلنيها بس كتبيري خلي السجل خلي تريفون حضرتك تفضلي هاي الورقة مخصصة ما شاء الله هذا السجل كله مملوي بس مو أكثر هاي هي بس يلا تمام هاي هاي أكبر كلمة تمام هاي الناس رح يصير عدم فضول وش كتبير خليكم نهاية الحلقة آآ نبدي بالأسئلة شوية قوية يلا أسئلة ما لغبي له شنو لا ماكو أسئلة لغبي هالا سؤال آآ تقري من حقك التعلمين تقولين أقرى السؤال واذا تشوفي بي خطورة عليك نعم أو على كل الفنانين زين تقولي لا عوفها مزقي الورقة انتي مزقي هذا واحد الثاني سؤال يسمي نشقه ولا متجاوبين عليه هذا تعتبر سؤال إذا نعلن يفتح باب عليكم لاب صراحة يعني سؤال مو يمي يعني نهائيا ليش الفنانين متهمين بهذا الشيء ما عرف كل واحد نقوله لو نغلس عليه لا غلس عليه يكون أفضل تعتبري يفتح باب شوية اي يعني معلو مو ايو والله هو جريء شوية ما أعطني لك بس سؤال يعني توفل سؤال غبي؟ ايو والله خلقوله لا ما يصير تقوله يعني انتي مو تعجر لا افتهمتوها بعض تعجر ولا لا 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 ما اشتغلتي بالتجارة تمام اشوفت الصور والنسالف بعض كيفك حيدوري انتي تتغنف انسالف شو ندريدين راح شوفت شيء هم مكتوب وقليلي اقوله ولا ما اقوله اوكي زين ها لا لا ما احب لا تذكر هذي شي نهائيا ابد ابد من حقي اسأله ولا لا تقوليلي حيدور ما يخصك ولا انت ولا غير لا لا بس انه افضل ما ما انسي ليتش اسأله بصراحة يعني قليلي وصلي مسيج او فكرة قلي اني رانا وليد اني مطيبة ما يخصك خلفيات او بيت او نعم نعم هذا شي يعني مثل ما تقول تعتبرها اسئلة غبية من ناس اغبية بس لا يعني مو هاي الدرجة ولكن كل واحد عنده شخصية بهاي الاسئلة يقدر انه يعلن او لا مصحيح انت تعلين عليها لا ما تحبيها لا ما حلوة ما حلوة السآل يعدذですね السآل صعب هاذا يسألت لي احد ضيفاتي لا اني ماريد سألت فأم قلت لا اني من فلان عرفتي زين شنو بعد قول عندك اجزام اليوم عنديش مشاكل ويا فنانات لا الحمد لله كلهم خبايبي واصدقائي فنانين فنانات كلهم اخوتي واصدقائي وزملائي ابدا ما عندي اي مشكلة لو اي فنان او فنانة انت مطربة وانت صغيرة انت اتغنين وانت صغيرة احنا عائلة فنية يعني والدي عازفاني فنانة ما شاء الله كلها تحية لوالدك كنت تروحين حفلات مع والدة حضرتك لحفلات خاصة رح اشوفت الصور هاي الصور قوليلي ايه تعرضها او ما تعرضها اسمح او ما اسمح اوكي ايه هذي الصورة نعم وهذي الصورة الثانية نعم كنت تلتقين بيهم لا شوفيهم لا بوقتي لا انتي جتت تحضرين بوقتي يعني 2003 بلشت كبدايات اي يعني ما لحقت عليه كنت ترحي مع والد حضرتك الى عوائل حاكمة في ذلك الوقت قبل 2003 لا كنت تطفلة صغيرة يعني مو اغني اغني ما جتت تشوفين تشنت اشوف بلي شايفة هاي الشخصيات حتى ما تشنت اغني شايفة هاي الشخصيات المو كلهم لا مو كلهم شايفة واحد منهم نعم شفتي نعم تذكرين شنو يعني لا يعني عادي مثل ما تقول طبعا احنا دعنا نحتي عادية يعني مو فتش انساني يخوف او يرهب وفتش لا لا طبيعي كلش عادي اي كلش عادي طبعا عندنا نتحدث على على العلم انا كنت اروح ويا والدي هو عازف بس انا يعني 12 يعني 12 سنة يعني حتى مكنت اغني بهذا الوقت لان انا بدايتي يعني كانت 2003 زين يعني اول اغنية لي هي اليوم اش جابك مم فمم لحقة مم غنية مم لحقة اي اي احنا حتينا بموضوع شوية يعني يمكن بصعوبة انعرض هذه الصور نعم لانه هي الى عوائل كانت حاكمة قبل 2003 نعم فانتي ذكرتي في بعض الصور شايفتهم هذه الشخصيات وبعضها ما شايفتهم وما عندش اي تصريح عليهم نعم خلينا نغادر المكتبة بما انه كتبت كم سؤال سولفنا بها رح نوقف هنانا شوية يالله تليفون اشتاخذي ولا تعوفي كيفك اخذي بكير هو مهم لا لا هو مهم مو يعني لا تليفون اش مهم هذا مهمة بيه اشياء مهمة لا يعني بيه شخصيتي يعني اذا ضاع التليفون ايه اضيح حياتي اذا ضاع التليفون ايه حياتي اضيح بيه فضايح لا ما عندي فضايح بس تعرف يعني شغلي اعمالي كل شي في ليش انت قامت ركز على الفضايح لا لا اني مو اركز هاي كاميرتش اني مو اركز اني هذا السؤال بيتوعية اذا ضاع يعني انتي من خلالك اني اوعي هواي بنات التليفون ما اللي بنية لازم يكون يعني اتحرص عليه فاني من قتلك تنسي يعني تاخذيه وتعوفيه قتلك لا تعوفيه لانه بيه جزء خصوصياتك نعم اكيد كل انسان عنده خصوصيات بالتليفون بس مو لدرجته النفاضة منو يفتح تليفونك مسموح له بس شخصين بس شخصين راح اذكر اسم بس واحد يالله تختزه غيره غزوله ها بس هي تفتح التليفون والثاني ما اذكر ما ادخين اسمه يالله ياهولي يقول منو يقوله انت هاي صالف الملات تكتب اليك على اسلام زينو ياهولي هاي انت انت بس هذول المخاولين الاثنين ماكوا غيرهم شاكوا بيت تليفون بخصوصيات والله فيديوهات بي مالتي يعني حفلاتي بي اغاني بي يعني صور مالتي شخصية عائلتي بس مو اكثر امم اه تمام بس تشوفيلي الشاشة خليت شوفي مثل ما انا واقف شوفي الشاشة ام نشمي فقرة موجودة بالبرنامج تطرح اسئلة شخصية اه من شخصيات المجتمع تطرح اسئلة ام نشمي ام نشمي انا حبيتها حبيتي هاي زين علينا الصوت شوية شباب خلينا نعيده ونعلي الصوت ايه ايه تعرف بالاخبار ليش هذا الجرق يتشي عن ناوي شنو سببها شنو سببها ونشي توقفتي ام نشمي ام نشمي ام نشمي ام نشمي اقولها اول شي حبي اتمسي عليك الغالية ام نشمي ام نشمي ام نشمي ام نشمي ام نشمي زين ام نشمي 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 صحيف تجدتش للصيرفة اي انا احب الصيرفة طبعا هو اللعنده مليون دولار زين مو قليل اكيد صار عندك مليون دولار نعم بيت وسيارة وفلوس بوقت كانت الصالات وقاعات كلها معزلة بس انتي تشتغلين نعم صحيح وانتي المطربة رانا وليد ام البدلة الحمرة شبيركم الى تطلع بالكلف صح المو اللي امكين صار لغط في وقتها لأنه الكلف كان بيجراءة و جرأة و جرأة قوية في وعس الناس كلم يحرونهم بالعكس كليب بسيط والله يعني مو بسيط لا لا خلا اقولك حيدر بألفين وثلاثة والله ما انشان هالشكل يعني يكون تقنية وكاميرات يعني انشان كل شي بسيط دقا انا اقصد على الكلب اللي اتي نمتي على التخم عايشنا من صارت ضجة صارت ضجة قالوا هي لابسها بدلة وقاعدت تغني انت قصد حبيبة الروح حبيبة قوحي لا بالده تحتي على اليوم اسجر اكو واحدة لابسها بدلة و تنام على التخم هذا يمكن للكليب راح ترجع الناس كلها تستذكرة لا بس هو عفو يعني ما بمثلا مستعراضية قوية و طلعة من ناونا لا ماكو عادي حبيبة قوح عليك تموت احبك حفة لا صاير شفتي شلون انا حافظ الكلاب انت المراهق والمراهق يحفظ غنيها شوية قبل ما هايها اول مرة احد راح يغني بالصاير لو نحتي على المليون دولار شو تقولون راحة المليون وفوقها اكثر اكو واحد يخسر مليون دولار هو والله شايف حيدر من تفر المحبس الشكل هاياني صارت وياي فرت محبس احضحك عليك مو عليا على اخواني دخلوا بمشروع اي او بالاحرى وقعوهم وانطلبتي اي والله انطلبتي انطلبت بس ان شاء الله يعني كل شي فضل بجهود ناس راح نشوف يعني انا داعتي على الطلب والدين بس على عودت ورجعت ترادلها زلم نعم هاي زلم موجودة يعني توقف وياك راحتش على هذا الموضوع وحنشوف صور نعم لانه اليوم لازم من احد يوقف لي بموقف نعم ويرجعني من مكان انا مطلوب بي نعم واخذ كل حقيتي وامان وسلام هذا سبع لازم هذا سبع مو بين هاي احنا اللي عايشين بيه هالغابة يعني السبع العفو هذا ابن حلال حيدر هذا ابن حليبة طاهر تفرحانة؟ اكيد بيعوتتش؟ كلش كم سنة؟ اهوايا ناسخ ذو مكاني بدون ذكر اسماء رأنا وليد يعني الحمد كم سنة غبتي عن بغداد؟ من 2014 من الشوفين جنتي الصالات في بغداد وبغداد حلوة وبها فنانين ودي غنون جنت اتحسر اريد انزل صدر؟ والله العظيم تنقرين؟ اتشوق اريد اغني ايه لان اني ليش تبتشيتي؟ انا ادمعت اني جمهوري يعني اني وين صرت رأنا وليد يعني هي بدايتها صرت غبت بيت في وقتها نعم اه يعني تألمتي هواي في وقتها ايو والله نمتي بلا عشاء؟ تقدر تقول مو يعني يعني مو مقصد بدون اكل لا بس يعني مات من القهر ما عندك مصرة في يوم لا لا مهي تشوى لكن مرات هذا الظرف اللي مريت بي اه وصلت مرحلة انه اكل ما اقدر اكل يعني ليش بتيتي؟ بتيتي لانه الفنان صعب يبتي؟ والله صعب عسا الناس من يشوفهم يعني الفنان هو دائما حيدر يعني يسعد الناس يعني لازم يكون دائما اه يعني وجهي يعني يبتسم يضحك يجاني صعبت مباشية؟ اني اول برحة بتيتيت ليش؟ بتيتيت على امي ها والله ليش بتيتيت؟ اه اه كانت مريضة هي وراحت الاربيل وبقيت وحدي وبتشهت بصراحة يعني انا كلش متعلق بيها ام ايو الله هوا انا ما قد اسأل هذا سؤال تحبيها ولا ما تحبيها لا امي بس ما فارقتيها ابد؟ امي ايه ابد ولا مستعدة فارقها ما اقدر بدونها اذا زوج حضرتك منعك منعدها استحيل مستحيل 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 هو يعرفني متعلقه بامي ام والله مو بس امي يعني عائلتي كلها بس درجة الاولى امي امي شلون الوضع المادي حاليا؟ الحمد الله اهلت شوين؟ وياه رجعوا؟ كلهم اه الديانة اين؟ كلها فضت فضت؟ جهود ناس ايه مو؟ الناس ها حنسولف لازم لينا احنا شوفي عندي عندي هواية حد شي لازم الجمهور يقرف هواية سوالف رجعت رنا ومنه ساعد رنا ومنه اللي يعني وقف وقفة الزلم ويا رنا تمام عندي شي تقولي بص يا رفا؟ كم نم رد اتغنين حاليا؟ بالله خلن نحسد شوية انا ما اغني هواي حفاظا على صوتي هتتتغنين ولا السولفين؟ انا اغني انا ما اسولف اغني حبيب اقوح انا اتعب لانه اغني يعني من قلب اعرفت شون خل اسولف لك فاديوم اول ما رجعت البغداد صعدت اياي الفرق دولة تعرفهم الطبالة والتخت الشرق اللي يكون ايه جبت هياي مدير عمالي جاب لي ستة اشخاص زين وجه له تحية حمزة قلت له خلا نجرب شكوا بها عجبت شو تعيشين هذا الجو ايه بس تريد الصدق يعني انا من جواد نفسي ما مقتنعة قلت خلا جرب زين اول يام ثاني يوم متصلين على مدير عمالي قلت له نريد نسمع رانا من ريد طابل من ريد ريد نسمع رانا وريد نسمع ربابة او رانا ام اغفتي شون فراسن والد حضرت شوين ويايا ليش ما اجي اليوم للحلقة والله مش غول ويا الحجية اه لو اليوم موجود يجي للحلقة بل يكي يعزف والله شون جبتا يعزف عازف هو بال عازف ربابة خطير والله شنو اسمه كل هون العالم قامت قلدة ايه والله عاني شوف انا عزف هو ذا كل هات قلدة بزنان زمن ابويا غني غني يعني عن شنو كل هات قلدة يعني كلها قامت صارت ربابة وربابة وربابة كلها ديتعلم بس هو النمبر شنو الأغنية اللي بيها عزف ربابة سواحلي وهي السؤال عتابة غني شوي عتابة مواويل غني عتابة انت تقدرين تغنين عتابة ولا ما عندش قدرة انا كل الالوان اغنيها ما عندش قدرة مستحيل مستحيل صدر اكو ناس ما عندهم قدرة يغنوها شنو اللون اللي ببالك ريفي كل شي كل شي رانا تأديه بالمناسبة اللي يفهم هس القاعد يفهم دي يقول هاي انا وليدة تقصف قصف مبطن انا انا ما اقصف انا داحتش عن نفس امتدات قصفية من فنانات موجودة لا 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 الفاهم على العلاقات اكم يغنون عتابة لا مو كل الفنانات صعبة طبعا العتابة عتابة صعبة هسن غني حبي بروح يلا صوتي تعمان مما فتح ورف ما عشفتها شوينة؟ يابا خل نوقف تصويره لن نكملوها معاش دخلي من اذا تحبني؟ اذا تحبلي تعالوا شوف حال شلون من دونك بيد موع من نشتاك اتمنى هل عيونك حتى تشوف حال شلون على ظلمك وهم صبر حبيب الروح عليك تموت تحبك حفة لا صاير رائع ما الخبزة الاغنية حيدر طبعا ما احترامي لكل المشاهدين ما احترامي لكل الناس ما عنده ذوق اللي يقول صوتك محلو حقيقة مو مجاملة حقيقة عنده شوف الشباب ورى الستوديو يعني كل الش فرحانين ممكن تستريحين هنانا رح نسولف اسئلة شوية جريئة يلا اهلا بكم من جديد في علاقة صيف بحلقة جميلة جدا مليئة بالطرب غنا وليد شرف وفرحان بيت وجودش في بغداد فرحان انه وجعتي انا سعيدة بوجود وياك حيدو الله يخليك عندي اسئلة بعض الشيء اكوا هاي المصطبة طبعا هاي من الفنانين والضيوفين ينزعجون من عندها في بعض الناس يعني بعض العوائل او بعض الاشخاص اللي علقون يقولون باعوا شوفوا تروح تسوي حفلات ببيت السياسين والسياسين هيجي مدمرين البلد لا لا ماكو هذا الشيء بالعكس هساني قابل كم يوم كان عندي حفلة مع العرس ليش هذا شنو يعني بيتمان والله ناس يعني سياسيين لا لا ناس عادي ما ناس عادي يعني هذا ما يفرق اذا كان سياسي او انسان عادي هي مجرد انه يعني فنان يروح يغني مو يدي واجب يلا من الزوج يعني انت اول نمر تغنين بي يعني يجب ارسك عايدوري مشكورة على وعسي الله يشاقفني فهمش يغني لك حبيب الروح المنت غني يا حبيب الروح منو حبيب الروح منو حبيب الروح لا هي شوف لا لا انت انت هسة منو حبيب روحتش من حقي اسأل السؤال له هاي اسئلة يعني لا لا هو زوجي هو زوجي قبل شوية قلتي امي لا الحبيب الروح احنا دا نحتي امي امي طبعا اكيد امي امي قلت لك يعني خارج خارج تطلعين على الاخبار السياسية بالبلد مو كلش لا تحبين الشاي جابو لنا شاي طوني خلي ااخذ الشاي شباب صدق هسة خلي اجل الشاي ممنون ممنون ما اخذه بالصنية لانه هاي ضيافة شكرا وتشربين شكر قليل اي اي شكر قليل شربين مي مي لا لا شكرا حبيب مي بعد هاد مي كلش اعدنا طبيعي اهنا فريش زين خلي فتح اليش المي تأمنين تستلمين قلاس مي مفتوح او قطية عصير لو الا بايديش انتك اكفين لا صراحة بايدي لانه انا هواية اذيت من هاي الشغلة شنو يعني انا ا امن اي ا امن بهاي الشغلات حيش شكر قليدوري سحار ما فتحته اامي بس شوية غلت تخاف تشوفيني يعني أنه.. يعني كلش أخاف من هاي الشغلات ووالله العظيم.. سولت سحر؟ خواية.. منه؟ كل الناس اللي مقربين إلي.. مو ناس الغربة.. أيو الله.. يعني منه.. أنت زوجة أولى ولا ثانية؟ شوان سؤال هذا؟ أولى.. أولى؟ زين تمام زوجة أولى.. عبالي دا سألتش يعني الزوجة الأولى يجب أن سويد لتسحر؟ هاي قصف.. هاي قصف.. لا.. اللي سوي لي هاي الشغلات مو غريبة.. فنان؟ ولا فنان.. يعني قرايب.. قرايب.. هم.. نعم.. انت آمنين بالسحر؟ والله العظيم.. لقيت حتى ببيتي.. شلزق أمتي شنو؟ هواية شي.. مثلا.. هواية.. هواية شي.. يعني حتى اسمي.. اسم أمي.. يعني هواية شي لقيت ببيتي.. وشعر يوقا.. وصلت مرحلة.. صدقني حيدا.. وكلش آمن بالحسد.. هم.. يعني الحسد.. ببنوا شكيتي.. يعني.. قتيلهم.. قتيلهم.. لا.. عندي طبيعة.. انت فقيرة ولا وكحة؟ لا والله فقيرة.. مو وكحة؟ أبد.. ليش يقولون مرات.. هذي فنانة وكحة؟ لا لا.. ما عندي وكحة.. أكوبة.. ما سوى أن يقول لك عصبية حيل.. ليش؟ ما أعرف يمكن برجي هيتش.. انتي ما نسوي ولا عملية تجميل؟ أبد.. بس راح أسوي.. ما نسوي هاي الأشياء قلتوش الفلاو والبوتوكس.. أبا راح أسوي.. راح أسوي.. والله راح أسوي.. يقول لك الله جميل يحب الجمال.. طبعا هذا من حقك.. اتي مرأة وتتجملين.. أنا فنانة بس.. والله العظيم.. هوي يعني دكاتر عرضه وعلي.. أنه يتشجسهم وورك وما أعرف شو.. أخاف.. حتى دا يقولولي قصيتي معدى.. يعني أكثر الناس.. اليوم بالصالون.. حتى بنات صديقاتي.. نطلعيش حلوة.. وجه لهم تحية للصالون.. شكرا جزيلا.. وجه تحية للولو.. فقالولي.. وين قص معدى.. وفعلا أنا ممسوي.. لا قص معدى ولا شي.. بس أنه تركت الكورتيزون.. تعرف هذا مسمن.. ديكادرون.. هاي الحبوب اللي هي ما الحساسية.. هو حبوب.. أبار.. كنت أخذها.. حيدر عندي لود.. شغله هواية.. ببغداد.. أخذ أبرة.. أغني خمس ساعات.. ما يهمني.. يون ثاني.. أخذ.. فإنسا.. بعدها للطب العراقي.. بس الطب التركي.. قالت شربي مي.. يومية.. لا لا.. الأطباء اللي تغاقلوا.. قالت شربي مي.. شوف أنا من طلعت التركية.. صارت عندي هاي المشكلة.. حيدر.. انت تعرف تركيا.. ما ينطون هاي الشغلات.. الأدوية.. الأدوية.. مستحيل.. يعني يجوب تحصل لك على بنادول.. يجوب.. فتركت الأبار.. ثلاث سنوات آني.. لا مساعدة من أحد.. لا قرايب.. ولا أصدقاء.. ولا أي واحد.. يعني صار كل شي حسرة.. علي وعلى آلتي.. تمام.. عرفت شون.. حتى شغلة كان بصعوبة حيدر.. فتركت هاي الأبار.. رجعت جيم.. ومعرف شنو.. بس راح أسوي.. إن شاء الله.. الله يوفقك.. وهذا من حقك.. شكرا.. شكرا.. وشوبي تشاي.. خلي أسأله في رياتك.. انت ممكن ما عرف تتابعين أخبار السياسة.. لا.. ما أحب.. ما يهموك.. شون تشوفين البلد؟ انت شو تشوف حيدوري.. يعني انت كفنانة.. شو تشوفين البلد؟ بلد.. إن شاء الله.. يعني نقدر نقول.. يعني.. يا رب إن شاء الله على الحكومة الجديدة يعني يشوفون الخير لناس.. بس هذا اللي نقوله.. تمام.. التابعين أخبار فنانات عربيات؟ مو أتابع.. أحب أسمع.. سمعين.. سمعتي آخر أخبار شيرين؟ أي.. سمعت أخوها ضاربهم داخلها مستشفى.. ليش؟ ما أعرف.. أعلم ودم سوية تنازل على مزوجها وكذا.. أنت تعرف أكثر مني.. هاي.. انت هي كفنانة.. وانت فنانة تتجملين الصورة.. ولا شنو؟ لا لا.. بالعكس أحب هالي الأخبار.. أنا أحب الفنانة اللي.. شوفي.. الله يقول سبحانه وتعالى.. يحب الستر.. أكيد.. والإمام علي.. سلام الله عليه.. يقول لو رأيت الفاحشة.. يعني غطيتها بردائي.. نعم.. يعني أستر الناس.. نعم.. أو المستشفى.. أو المصحة.. وجوا يفحصوها.. لقوها صح.. يعني.. بعد هذا.. أنا شوفت السوشال ميديا.. أنه أخوها ضاربها.. بسبب زوجها.. زوجها.. أي.. هذا اللي.. أخو.. أنا معي شويها بالبيت.. ليش دائما.. يعني اللي قريتها هذا.. ليش دائما.. هي تي أخبار.. تتعاطى.. يتعاطى.. يشمروها على الفنانين.. مش مدريني.. حتى يتوهن سمعتهم.. مثل ما هسم.. ليش أكو عوائل ينظرون للفنانين.. هما نظرة الدنيا.. ونظرة عار.. للفنان.. للإعلامي.. للإعلامية.. ليش هاي العوائل.. يعني صراحة.. هما دائما تنمرون على الفنانين.. مع الفنان هو يسعد العالم.. شو الفنان.. سينهما ليش يحتون عليك.. ويجيبوك بعرسهم.. قوية.. منوحك علي.. لا.. يعني هما يحتون على الفنانة.. وعلى الفنان هذا داقوق.. هذا راقوس.. هذا دنبقتي.. هاي هيتي.. هاي هيتي.. هاي.. هاي.. كذا.. يلا هسا شنو هاي هي.. فنان يعني يطروا بالعالم.. فنان شنو.. ويجيبوه بالعرس.. تعتبرين هاي.. ازدواجية بالشخصيات؟ نعم.. طبعا.. انت شو تشوف يعني.. يعني يحكي على الفنان ويجيبه.. برأيك شنو.. انت يقولي مادري.. احكيويا.. انت يحكيويا.. اي انت يحكيويا.. اي انت يحكيويا.. اي انت يحكيتها بعد.. تمام.. نصرف بعض على المصطبة ونلقوح نشوف أشياء خطعة وثقيلة.. مو؟ اي.. راح نشوف فنانات.. راح نشوف فنانات.. راح نشوف فنانات.. هناك راح توقع بال.. نسمع شي بساطك؟ شو تحب تسمع؟ عندك شي جديد.. لا.. خليني أقولك.. عندك إنتاج جديد؟ عندي هواية.. صرفي بالإنتاجات الجديدة شنو هي؟ عندي أعمال كل الشوهيесяويل.. هايا ان شاء الله.. عندي أعمال عراقية.. عربية.. ويا الفنان جلال الزين.. واجه لها تحية.. ويا الفنان والملحين... نور الزين.. أعمال يعني.. متنوعة.. هايدوري.. و 없는bourg чтоera.. و الوحيدات.. واجهي الافضل افضل اكون.. مع جلال ونور.. ديو ولا الى الهان? لا.. لا.. اكو الهان واكو ديو.. جلال.. يا جلال الزين.. واجه لها تحية.. عندي ديون إن شاء الله جلال الزين ونور الزين هم أسماء نجوم عراقية اللي افتحية لهم أصدقاء وعلى راسي وهم حاليا مستحلين الساحة العراقية وهذا وقتهم هم يعني كل واحد ياخذ حجم بمساحة عمله هذا نجم نسمع شي غنينا حبيب أروح أغني لك أموت عليك إذا تحبني تعالوا شوف حال شلون من دونك بيد موع من نشتاك أتمنى هل عيونك إذا تحبني تعالوا شوف حال شلون من دونك بيد موع من نشتاك أتمنى هل عيونك وحتى تشوف حال شلون على ظلمك وهم صاب حبيب الروح عليك أتمنى هل عدت لك ياها إحنا صوغناها سناب بس هاي المشاهدين يعني أتمنى هل عدت لك الثاني أشوفك تمشي وي ثاني صواتي تعبان أشوف بيتشاي رح نروح إلى القهوة ورح نشوف زميلاتش من الفنانات يلا نشوف اللي يسولفون تشرف يلا بعد الفاصل أنا وليد بحاجي قهاوي بعلق الصيف رح نسولف حياة شالله استأدي شوية اللي رح تشوفي ممكن يعني رح نشوف بعض من الصوت والفيديوهات أريد منك يعني اعتبري نفسك قاعدة بلجنة حكم نعم وحيقلولك أنت كلجنة قوية تكونين سيدة قوية وتشوفين هاي الصور وتقول إلي رح نشوف أول فيديو تمام من صوت انت كلجنة pointش من الفنانين الشباب اللي عندهم صوت قوي صوت جميل لكن هو ضد انه يطلع بكليب ولا غنيتوا يا ديو شفتت؟ لا تشنب مشاركة مشاركة كانت اي لو اليوم انطلب منتش تغنينوا يا فيديو كليب في مشكلة؟ لا بالله عكس ما عندي مشكلة ويا أبراح مع أخي وصديقي تمام زين عطيل من الأصوات الجميلة هس لو أريدتي تسمعتي شنو غنى؟ نعم تقدرين تجاوبي بشي؟ بقية الغنية؟ اي؟ اي عادي انت تغنين فزاعيات؟ كل شي شن فزاعيات؟ فزاعيات شوف هي تجي الفزاعيات اني تقصد بها الهيوات اني ما اعرف لا شنو اقولون غني فزاعية شن فزاعية؟ ممكن؟ شوية ساعة شنو الفزاعية؟ الرجولية ها اللي تطيح حماسة للقتال، للدفاع، لل... اي 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 اقول لك زين؟ زين اه غني شي انت فزاعي؟ يعني خلي الناس تعرف شنو هاي الفزاعيات طلعت جديدة ولا هاي ما اخوذها من القديم؟ يعني هي تعرف شوية فزاعيات هي القولات اي زين؟ احنا اهل الغيرة الاصلية، ولد الملحة والغربية، دلتنا بالعز مبنية، ومبنية بعز زلتنا، هاي الفزاعية، تحشيدية تمام، خلنشوف تحييالي عطيل ش تقولي للعطيل؟ عطيلة أخوية وجلة تحية ورحمة الغالي الله يخليك اي يالله نروح الى الصورة، يالله ممكن؟ اخوة عزيزة عرفتيها؟ أخوة عزيزة غنيين البصري فنانة صوت جميل اه أخوة عزيزة وننتقل للفيديو الثاني الثاني؟ ما عندك بعض تعليق؟ لا ما عندك تحية الها وخلينا نشوف فيديو، ليش ننتقل؟ ما سولفتين؟ ما قتلي على السواب يالله، الفيديو الثالث خليشو اي ما علم نشمي عزيزة عرفتيها؟ وأنا لم أقبل سابع كيد وجه لها تحية غزلان الفنانة القديرة المحترمة غزلان تعتبرين نفسك اليوم خلف أو بعد غزلان غناء وليد؟ نعم اتغني له صالف؟ لا لا غزلان اتغني غزلان مطعبة؟ فنانة معنى الكلمة غزلان لأن المطربة غزلان فنانة؟ لازم عدها صوت متصالف مع احترامي للفنانات حافظت لها شيء؟ اي اتغني لها؟ اتغني لها صالفتي هواي على غزلان؟ مو هي مو بعمري طبعا أكبر مني أم سبع بس أنا مثل ما تقول يعني شوية بيننا صداقة حلوة لو شفتيها يعني بأي مكان رح تقول لها سألوني عليك صالفت عليك؟ اكيد طبعا تقولي لها طبعا هي رح تشوفني أرد يعني ما يحتاج أقول لهاني منو خليفة غزلان بوقتنا الحاضر؟ انتي؟ ارانا انتي؟ يعني الاوبنينج أو الدخول ما لك على الستيج من الدخلين تشوفين نفس حفاوة اللي تدخل بها غزلان؟ نعم هذا الغرور ولا تكبر ولا؟ لا 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 هذا الواقع لأنه هنا بصراحة هذا الوقت مع الأسف صار كلها حتي كلها سوالف الفن هل حفظة الغزلان؟ كل شي غح نسولف على الحتي أنا رداء قطعك بالكلام لأنه عندي حتي نعم يلا شنو حفظت لها؟ كل شي شري اوصيك بيا لومتت شي اللي جيني كيفتش انتي؟ كيفك انت؟ سمعينا شي شوية أوصيك بيا لومتت بين الظلوعة تفني مريد غيرك بالغسل بدموعك تغسلني مريد غيرك بالغسيل بدموعك اتغسلني بيدك تحل ليلتفن وتحبن وتنيمني عمركم طويل إن شاء الله الله يسلمك حيث غادر الفيديو تحية للفنانة غزلان السبع الصديقة العزيزة راح نشوفها سهزة راح نشوف شوية الصور أو فيديوهات بينها لازم يعني خلينا نشوف هذا الفيديو هو هذا اللي راح نشوفه هذا الفيديو توشفه شكرا وجميعا نشوفها للا الطفل لسعالي بإ هذا خلي لي أسطل تمام هذا كوكتيل تمام هسا جوابك على منه آني جمعت هاي الأغاني أخذت من كل يعني من الحديقة وردة بوردة بوردة بالنسبة إلي وغود ثلاثة شفتهم فنانات أصوات جميلة نعم خليتش أنت أولى ثانية عرفتها منه الثانية منية؟ أسراء؟ أي تعو فيها؟ أسراء صديقتي أسراء يعني فنانة راقية متعقفة أسراء الأصل تحية إليها زينت أخلى وجلها تحية إليها أسراء أكيد أكيد حلوة حلوة عكس فنانة خلوقة محترمة وصديقة بالعكس زعلانة من عندي مو زعلانة قلت لها شكلتش يختلف من التلفزيون للحقيقة أشوف الخلوق لا حلق شكلتها مو يختلف من التلفزيون للحقيقة هي حلوة ولطيفة و ناسكة جدا ناسكة منو الثالثة أدوية هي عدوية شبيهة أدوية البياتي قولي قولي خالتي عدوية البياتي لو ما تقولين خالتي عدوية لا عادي أقول خالتي خالتي عدوية البياتي صاحبة الصوت الجميل منو قبل بداية أنت له هي لأني اليوم منو أكثر مشهورة أنت له هي أكيد آني أنا ميحتاج أنه أقول لك أنا الناس تعرف منه رنى حيدر يعني اختفيت وغبت بس الحمد لله رنى موجودة إسراء تسالف ولا تغني؟ لا لا إسراء تغني عدوية؟ تغني تمام هنا حفلة هذا مسرح وهذا مسرح هنا عدوية وهنا إسراء الساعة تسعة بالليل يبدون حفلتهم وانت عندش تذكرة لدخول حفلة من الحفلات بنفس الوقت الدخلين لعدوية ولا لإسراء هذا موحرج يعني آني أدخل يعني إذا شو إسراء الدخلين لإسراء تسمعيها إسراء يختلف لونها عن لونك فليهذا تسمعيها عدوية فما تسمعيها لا يعني هي ناس أذواق صح يلا خلنشوف فيديوها شباب أو تمام شوفني الفيديو الأخير شوية تحمليني بهذا الفيديو أنا بحلقة محترمة حيدار وأني فنانة وأنت إنسان راقي سويت توتس على هذا الصوت لأنه ما يلق بنا ما يلق بهذا الحلقة شفتت شتوترتي أيو والله يعني خلي أوضح للناس فنانة تعتلي مسرح موجودة تتغني حاليا بس أنت شفتت شنقرفتي أصلا يعني ملامحة أجب لسك مغاية شوفين الفنانة حيدار الفنانة اللي تغني مولد سولف هم دا زولتش النقابة كتاب توقيف؟ توقيف؟ يعني تتوقفين عن الغناء عقوبة؟ عقوبة دا زون الرنى مستحيل ليش دا الزوالغيرت؟ دا الزوالغير اللي أنه ما عنده ثقافة بالفن ما دا يغني؟ دا يسولي بدا يفشر يطلبون منك فنانات شفت لهم بلقاء يقولون يطلبون من عندنا فشر إذا أقول لهم هم يريد يفشرون مو الناس تطلب؟ ليش قالي محد يطلب أن يفشر حيدار؟ ماكو زبون يقول رنى فشري أو غلطي؟ مستحيل لأنه يعرفون رنى فنانة بمعنى الكلمة يعني تعتمد الشخصية؟ الشخصية؟ إذا هو الفنان يجي يفشر زبون شي يقول له مثلا؟ خلينا نشوفه بسرعة طبعا الوقت بدأ يداهمني شوفني صورة صورة هاي الصورة احشيلي بسرعة التلاثة الشاب أبقان يعرف من عندهم جلال الزين هذا الناس بدون ما تحشي أوقف لهم تحية حب واحترام إجلالا واحتراما أخوتي مستحيل والله مستحيل مستحيل أخوتي طبعا بلال الزين هو أبو رحمة الغالب منتج بالوسط الفني أكيد أكيد جلال الزين جلال السيد أخوي محرم الفرطوسي نعم تحية لهم التلاثة ليش قمت وقفتي لهم؟ ليش قمت وقفتي لهم؟ لأنهم ما سبب رجوعي وقفولت؟ هذولا مو وقفولي هذولا شعلوني من مكانة خلوني من مكانة ثانية طرف تشون هذولا اللي ساعدوني اللي وقفولي اللي رجع ورنى ووقفت على رجليهم اليوم غني لهم فزاعي يا عود يستاهلون يستاهلون تحية لهم أصدقاء أعزاء وإن شاء الله رب يوفقهم إذا يعملون الخير للناس و للجميع زين أوقف بس لحظة لحظة خلنا نعلق أصوات تمام شنو عندك كلمة أوجهي لهم؟ أوجهي لهم أقولهم بلا الله برحمة طبعا مدير أعمال؟ مدير أعمالك؟ هو مو بس مدير أعمالي هو أخوي هو سندي هو رجال وجلال فعلا هو وجلال ومحمود يعني معنى الكلمة الزلم يعني يرجعوني يوقفوني حلوا لمشاكل هذا كلها الله يوفقهم اللي ما تشنت أنا يقدر أحلها طبعا أقول لأبو رحمة إن شاء الله أكون حظا نظنك يعني أبو رحمة بلال الزين هو مدير أعمال الفنان والصديق والحبيب جلال الزين بس لو شوي يصوي رجيم يصوي مثل جلال حلو أبو رحمة حلو أخوي أبو رحمة حلو الأخلاق هي اللي تحكم خلينا نغادر نغادر يلا شبوقنا بقتلنا السوق الفيديو هذا شبوقنا بقتلنا الربع سيدنا اللبا السيدنا اللبا أحمد الله و شكرا على النعم ببن الله و شكرا الحاجة رانا وليد زرتي واعتمرتي الثمن عمرات أربعة كم عمرات أربعة أربع مرات أتي معتمرة وطايفة في هذا المكان وأنت يعني تسمعين هذا الصوت الشجيب ليش طبعا كل إنسان يعني يسمع صوت يصور عنده خشوع خيرا هل من المعقول تسمعين هذا الصوت وتبتين يصور عندك خشوع وقرآن أنا أغني بس ما أسمعه غاني بالبيت كل قرآن بيوم الأوف ما عندك نزول بالمسرح تروحين السهرين فتحين طاولة أنا أتحدى مستحيرة أنا وليد يعني تقعد على طاولة قرآن طبعا صليين أكيد استغربت أنا ما استغرب يعني أنا أصلي لو يصلي علاقتي بأله محن معي وحبيتي أكيد أنا كل إنسان ويا رب يعني سمعين قرآن وصلي أسمع قرآن وأصلي وما أنا ملا على القرآن ممكن العالم تستغرب تقول هاي تبالغ لزميلي سألتك السؤال الموحن لكل الضيوف هو اللي قلته وصية يعملون بيها بعد وفاة حضرتك أمريش طويل إن شاء الله ميت سنة صحة وسلامة شنو كتبتي؟ أمي شنو أمي؟ ديروا بالكم على أمي والله والله هاي كامرتك وحتيوا إياها ووجهي لها كلمة أكيد أقولهم ديروا بالكم على أمي تعتنوا بيها لزعلونها منو هما أخوتك؟ أخوتي كلهم أم داريها هما؟ يحبوها مثلك؟ كلهم لا ها أنا ما أعرف أنا أحس نفسي حالة استثنائية؟ أي أحبنا مثل صوتك الاستثنائي الله يخلي كامر كتبي لي كيف رأيتي الحلقة بصراحة سيئة بائسة حلوة حبيتيها واو كتبي 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 بسرعة كتبي كتبي تحتاج أقول لك وليل له ما يحتاج لا أوقعي توقعي توقعي تخلنا أخذنا ما شاء الله دفترك تمام أنا كان بيودي أشوف تشوف الإسم من الأسم أشوف بس لا تقولين من الإسم شاء الله ما راح أقول هذا سر المهنة تمام مو؟ رنا وليد أنا أشكرت شكرة جزيل خليني أوصلت لمكانت شكرا جزيلا حياتي الله سعيدة أبو جودي ويورو فضليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا تليفونت أهم شي زين؟ من يفتح التليفون؟ بس غزولة زوجة أولة؟ شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا أخويا شكرا حيدر شكرا لزوصل 그런데 شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر